من سلك طريقاً يلتمس فيه علمه ساهل الله له به طريقاً إلى الجمال وتجاء في ذلك عديد الصحية أن طلب العلم خير من نافلة الحباد ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد إخواني المشاهدين إخواتي المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً بكم أجدداً في برنامجكم شرح حلية طالب العلم وما زلنا مع كيفية الطلب والتلقي وما زلنا مع الفنون التي على طالب العلم أن يدرسها وأن يتدرج فيها قد كنا توقفنا عند علم الفرائذ علم المواريث قد ذكر فيه المؤلف رحمه الله الرحبية للإمام الرحبي وكذلك الفوائد الجلية سماعة الشيخ بن باز رحمه الله وقد ذكر آخرون أنه يستطيع أن يبدأ بالبرهانية وله كذلك أن يبدأ بكتاب تسهيل الفرائض ثم قاله التفسير في تفسير القرآن قال تفسير بن كثير رحمه الله تعالى ولك أن تبدأ بتفسير يكون أسهل وأيسر تبدأ به من تفسير بن كثير يوجد تفسير توفيق الرحمن في تفسير القرآن للشيخ آل مبارك وهو تقريباً كأنه اختصار لتفسير الحافب بن كثير ويوجد مختصر تفسير بن كثير لنسيب الرفاعي ولأحمد شاكر كذلك تستطيع أن تبدأ بتفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وهو كتاب نافع وهو كتاب نافع تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى تبدأ به ثم تنتقل إلى تفسير بن كثير وهو تفسير أثري كذلك ثم بعد ذلك إلى تفسير الطبري وإن كان الكلام عن التفسير يختلف فتوجد تفسير تعنى بالأمور اللغوية كتفسير أبي حيان وتفسير تعنى بالأحكام الفقهية وآيات الأحكام كتفسير جامع أحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله وإن كان تفسيراً شاملاً أما تفسير أحكام القرآن للإمام بن العربي رحمه الله يفسر آيات الأحكام المهم يتدرج الطالب فيما يتعلق بالتفسير توجد تفسير تعنى بالبلاغة تفسير تعنى بالأمور العقادية إلى غير ذلك ثم قال وفي أصول التفسير أي المقدمة التي يقرأها الإنسان للدخول إلى علوم التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقدمة التفسير وهي مقدمة رائعة وإن لم تستطع فيوجد أصول التفسير ورقات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو مقدمة التفسير لابن قاسم وهي مختصرة تنفعك بإذن الله عز وجل أما في السيرة النبوية وهي موجزة كالرحق المختوم ولكن مع التنبيه عما يتعلق ببعض الأحاديث وبعض الآثار فتوجد كتب الآن كثيرة والحمد لله في السيرة النبوية كالفصول في سيرة الرسول للحظم الكثير مختصر نافع وتوجد بعض الطبعات محققة فينصح أن يبدأ به الطالب ثم يرتقي ويستطيع أن يقرأ ألفية العراقي وهي أكثر من ثلاثين ألف بيت فيما يتعلق بالسيرة النبوية وفي لسان العرب فيما يتعلق بشعار العرب ومعاجم وما يتعلق باللغة وشرحها قال العناية بأشعارها كالمعلقات السبع هذه المعلقات في الجاهلية القصائل التي تعجبهم يعلقونها على بيت الكعبة أو على في الكعبة فيقال لها المعلقات السبع قال وقراءة في القاموس القاموس الفيروس أبادي القاموس المحيط فيما تفرق من كلام العربي شماطيت وكذلك يذكر لسان العرب وقد اختصره بعضهم في مجلدين وسمىه بلسان اللسان وكذلك يوضف بعضهم نامية الشنفرة ونامية أبي طالب وبانة سعاد إلى غير ذلك مما له تعلق بلسان العرب وهكذا في مراحل الطلب في الفنون قد توجد فنون أخرى لم يذكرها المؤلف مثلا ولها تعلق مثلا بالعربية كالصرف كشد العرف تبدأ به أولامية ابن مالك كالبلاغة كالبلاغة الميسرة مثلا كما يتعلق كذلك بكتب التسكية كرياض الصالحين والترغيب والترهيب وكتاب الأدب المفرد أو بعض الكتب الأخرى كمختصر منهاج القاصدين وغيرها من الكتب التي تتعلق بتسكية الطالب لنفسه وككتب آداب الطلب كالحلية هذه ثم تنتقي إلى كتب أخرى كجامع بين العلم وفضله والفقه والمتفقه إلى غيرها من الكتب التي تعنى بآداب الطلب كذلك ماذا متون القراءات وكتب القراءات إلى غيرها من العلوم التي تكلم عنها العلماء ولا بد لطالب العلم أن يبدأ بها ويتدرج فيها قال وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ بن جرير وبن كثير أي تاريخهم وتفسيرهما تفسيريهما أي كانوا يحفظون هذه المتون ويتدرجون ثم يجعلون كتب السماء يمشوا يجردوا فيها قال بعد الصبع قراءوا قراءة بعض العصر بعض الظهر ويؤصلون في كتب الأخرى وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الظهر ثم تكون القيلولة قبيل الصلاة الظهر وفي أعقاب جميع الصلاوات الخمس تعقد الدروس وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير والحمد لله رب العالمين الله أكبر اجتهاد من الصباح إلى العشاء هذا موجود الآن تذهب إلى بعض المدارس في بلادنا في الجزائر يبدأون حفظ القرآن وما يتعلق بالطلب قبل الفجر وقبل الآذان الأول يوقضهم الشيخ ويبدأ الطلبة في الحفظ ثم تبدأ الدروس ويبدأ النشاط فنسأل الله عز وجل أن يكثر هذه المدارس وأن يوفق الطلاب للاجتهاد والتحصيل ثم قال فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا لاعتماد على الفهم بحسب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم فالطلاب لا بد أن يتأصل كما قلنا ويبدأوا بالموت المختصرة ثم ينتقلون ويجمعون بين الحفظ والفهم وفي خلو التلقين من الزغلي أي ما فيه ماذا نقص وعيب وشائبة والشوائب والكذر سير على منهاج السلف والله المستعان ثم قال الحفظ دين يخافش ربي قادر يكذب على العلامة ويكذب في دين الله ويظل للناس ثم قال وضبط لسه تكون إنسان ضاب تكون إنسان تهم تنسب زاف رابعا حذاقة في الصنع يكذب كشفا ويتخصص به تكون عنده إتقان وفهم مع أمانة تعرف منه والأمانة مطلوبة خاصة فيما يتعلق بتبليغ دين الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عن تحريف الغالين وانتحان المبطلين وتأويل الجاهلين قلت أي الإمام الذهب يقول الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا زكيا نفس طاهر نفس قدفلح من زكاها حيا أن يستعي سلبيا على طريقة السلف يكفيه أن يكتب بيديه مئتي مجلد ويحصل من الدواوين المعتبر خمسمائة مجلد وأن لا يفتر من طلب العلم إلا مات بنية خالصة وتواضع وإلا فلا يتعلم وهذا الإمام ذهب يقول عن زمانه أما أن نقرأ نحن هذا في هذا الزمان فهذا صعب المنال نسأل الله التوفيق ثم قال تلقي العلم عن الأشياء لأن هذا العلم وهذه المتون التي ذكرت تتلقها عن العلمة وعن الشيوخ المتقنين قال الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ والمثافنة للأشياء مثافنة بالركب الأصل من الثفنة أي أن تجلس بركبتك أو الثفنة تجلس بركبتك عند الشيوخ قال والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم أما الثاني عن الكتاب وهو جمال فأن له اتصال النسب أي أن تأخذ عن شيخ متقن فيكون لك سند أما أن تأخذ من كتاب فأنت تأخذ من جمال وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع فلابد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصر الطبيب قد رد عليه علماء أصره ومن بعدهم قال الذهبي رحمه الله الحافظ الذهبي ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين وهذا غلط وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معلنين له بعدة علل منها ما قاله ابن بطلان أو نعم في الرد عليه إذن أن تأخذ العلم عن الشيخ وطريقة تحصيل العلم أو يوجد طريقة لتحصيل العلم إما عن الشيخ وهذا الأفضل أنه يقصر لك المدة وهذا أضبط أحسن وإما عن طريق الكتب وهذا إن لم تجد الشيخ وتعذل عليك الدراسة على الشيخ وقد تدرس فنون على الشيخ فنون أخرى لا تجد فيها الشيخ تدرسها من الكتاب ولكن هذا يطيل عليك المدة ويرهقك وقد يكون من ورائه الزلد أفضل شيء أن تأخذ العلم عن الشيوخ وبالأسانيد ثم سنواصل مع هذا الموضوع إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم وإلى لقاء آخر استودعكم الله سبحانك الله ومو بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اشهد أن لا إله إلا أنت أعيش الحياة العلماء وبرق صنو شكرا لكم شكرا لكم